تطهير الأمعاء الكناري والحسون لتفادي مرض النقطة السوداء والأمراض الأخرى هذا حصتنا لهذه اليوم كثير مننا يتفاجأ بموت الفراخ في اليوم الخامس أو السادس وهذه نتيجة عند عدوى سببها الأنثى أو الذكر عند تسقيق الفراخ لها ولتجنب هذه الكارثة يجب أن نقوم بما يلي أولا نأخذ بصلة ثم سن ثوم أو بما يسمى فص ثوم ونستحق أيضا إلى خل التفاحة ولتر من الماء طريقة التحذير كالآتي نقطع البصلة قطعا ثم فص الثوم كذلك نقصه قطعا قطعا صغيرة نأخذ لتر من الماء المعدني نضع فيه كل البصل الذي قطعناه أيضا نضع فص الثوم كذلك ثم غطاء من خل التفاح طريقة فعالة وفعالة جدا ومجربة لدى كثير من المربي الطيور الآن تحصلنا على لتر معدني مع رأس بصل وفص من الثوم وغطاء من خل التفاح يبقى في الثلاج مدة 48 ساعة في مرحلة التجهيز يعطى ثلاث مرات في الأسبوع وللوقاية مرة واحدة في الأسبوع وفي الختام عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد وضغط بلايك لهذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته